رسائل عديدة خلفتها العملية الانتحارية هنا أمام قبر بورقيبة في مدينة المونستير وسط تجذبات السياسية والمخاوف من انتشار ما يوسف بالتطرف الديني في تونس أيمن السعدي شاب لم يبلغ بعد الثامنة عشر من العمر ألقي عليه القبض قبل لحظات قليلة جدا من تفجير نفسه أمام ضريح من يوسف هنا بالزعيم التونسي إلى تونس نعود ونلتقي أم شاب أيمن السيدة حية حرم معلمة من عائلة متوسطة تصفها هي بالمعتدلة دينيا وبالمنفتحة تحمل حقيبتها في يد وتتوجه بخطوات مثقلة لتحريك دفاع عن ابنها الذي تصفه بالضحية فجأة ولدي وقع له التغيير عام 2012 في الرونتريسكولير في العودة المدرسية بعد زد مدة بعد شهرين هكذا تبدل بدم وضب عصليته أكثر من صليت ولا يحب يلبس اللباس القميس ويحب اللحية وكذا أيمن السعدي كانت تتمنى أمه أن تحتفل معه في السادس من الشهر الجاري بعيد ميلاده ثامن عشر تقول إن تحركاته منذ حوالي سنتين بدأت تثير الريبة خاصة عندما قرر توجه إلى القتال في سوريا قبل أن يقبض عليه الأمن ويعيده إلى أسرته مصادر سيدة حرم تقول إن ابنها الذي غادر البيت منذ التاسع عشر من أغسطس الماضي تحول إلى ليبيا قبل أن يدخل مباشرة وينفذ العملية في المنستير ولدي مزيل معناها قاصر وعيب على أنه نصفوه إرهابي ولدي لعمره كان إرهابي كان فدليك كان بوغوس يحب الجيل ويحب اللبسة ويحب الدنيا ويحب يعيش ويتفرش كان في الكورة وكان في المسلسلات والفلامة متاع الأكشن معناها ولدي كان في ظرف وجيز هو إنسان يكون في شخصيته مزيل مراهق تتساءل مرة أخرى كيف لابنها أن يغادر البلاد بعدما أصدرت السلطات في حقه قرارا بمنعه من السفر لكنها تعود وتعتبر أن تغير ابنها سببه تأثير جماعات متطرفة جعلت منه مشروع انتحاري بعدما كانت أمه ترى فيه مشروع رجل علم وهي المعلمة التي تربي الأجيال أمين حميدي موفد العربية تونس